السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة شف صلاح البتني قبل ما بدأوا فيديو طرح طرح اليوم ما تنسوش تسلموا على رسول الله لي أفضل صلاوات كما نعرف رمضان روال أبواب قالوا حوالي عشر أيام اللهم بلغنا رمضان اليوم إن شاء الله رح نشارك معكم سلطانة المائدة اللي هي إزلابية بطريقة سهلة وبسيطة بمكونات موجودة في كل بيت وناجحة من أول تجربة رح تجي مقرمشها مبرة وجي طريقة من الداخل ومعسلة حتى القلب إن شاء الله تجربوها في هذا رمضان وتكون دائما حاضرة معكم في مائدة رمضان خليكم مع الوصام وشاهدة متعة للجميع نبدأ لبركة الله مع الشربات أو السيرو عندي زوش كيسان تاع السكر كيستالي زينة كيلة بهذا الكاسلير في 220 ميلي لتر مع نفس الكاسل كيلو 5 كيسان انتاع الماء وعندي عود تعقرفة للتنسيم تحبوا تديرو طرنش تعليمون تحبوا ما تديروش خلاص هذا يرجع لكم نجبوا كاسل ونحطوا السكر ونحطوا الماء من الأحسن أنكم عود تعقرفة تديروه في الآخير ما تديروش في البداية يعني حتى نتبلكم شارباتاكم باش تضيفوا هذا كالعود انتاع القرفة ولكن عندرتوه في البداية غير لي اللون انتاع السيرو ومن بعد اللي هنا نحطوها على النار جوز تهز الغليا نحسبو لها ربع ساعة ونطفيو عليها النار من جهة أخرى رح نخدمو العجينة عندي اللي هنا ثلث كيسان انتاع سميد السميد اللي هنا تستعملوه لخشين سينو ما كانش لخشين خلاص استعملوه المتوسط عندي أيضا كاس انتاع الفارينا عندي ثلث ملاعق انتاع حليب غبرة عندي ملعقة صغيرة انتاع خميرة الخبز ما تكونش مملوقة بزاف عندي قرصة انتاع الملح ثلث ملاعق انتاع السكر كريستاليزي السكر العادي وعندي زوش كيسان ونص انتاع الماء أنا السميد استعملت كنزة انتاع الكيلو استعملت المتوسط صراحة ما لقيتش لخشين ولكن هذا الوصفة من الأحسن تجيب لخشين وتجي ناجحة 100% المتوسط أيضا نجي ناجحة ولكن الخشين تجي أحسن وأحسن نجيبوا ريسيفون نحطوا هذك السكر نحطوا الخميرة نحطوا القرصات على الملح نحطوا حليب غبرة نحطوا الفارينا نحطوا السميد المكونات الجفة كامل مع بعض نضيفوها مرة واحدة نخلطوهم بالملعقة خلطة والازوج ومن بعد الهنا نبدأ نضيفوه في الماء نضيفو الكس الأول والكس الثاني مع بعض بطبيعة الحل ما يكون دافي بما انه فيها الخميرة الخبز الماء يكون دافي الملعقة صغيرة الخميرة ما تدروهاش مملؤة بزف يعني تكون ممسوحة من بعد الهنا كما اشتوه زيت نص كس الأخير ونخلطوه حتى تحصلوه على هذا القوام كما كنت شوفو فيه ما يكونش سائل بزف وما يكونش حاكم رحوي يعني يكون كما تعال بغرير عادي ومن بعد الهنا راح نغطيوه بالرسيب بالبابي في المعفون ونحطوها في مكان يكون دافي لمدة نسو ساعة ما تخليوهاش يضعف الحجم تحب بزف حتى تخسر الخميرة تعاكم يعني نص ساعة يكفي الشربات تعيرها يطابت كما اشتوه لنا هذه القرفة غيرتنا اللون من الأحسن العودت على قرفة حتى نطب لكم الشربات باش ترميوه ولا تديرو طرنشة على الليمون كما تحبوه لما يحبش عود القرفة ولا ذوقت على القرفة يدير الليمون بعد ما مرت نسو ساعة اللاجين تعنا نضيقازيوه نخلطوه خلطوه لازوج نجيب حلواني أو بوشادوي بهذه الطريقة من الأحسن تكون تعكدتان نعمرو الخالد تعنا والخالد كيتخليوه يرتاح لمدة نص ساعة راح يزيد يشرب يعني راح يزيد يولي كونسنتري أكثر أكثر ما يقعد السائل كما في الأول لهنا بالنسبة للزيت في البداية تكون النار قاوية كي نحطو العجين تعنا ونشكلوه نوليو نرجعو أقل شوية من المتوسط باش يطيبوه لنا الداخل ويطيبوه برا ما يقعدوش لداخل مع الجنين وبرا يتحرقو لكم تحبو تشكلوهم على شكل إسوارات يعني ضوائر ولا تديروهم كما الأصابع البنالي موجودين هذا يرجع لكم نخليوهم مدة على جهة ومبعد نزيدوهم قلبوهم على الجهة الثانية كما بدكم حاولوا ما تقبلوش النار بزاف في البداية النار تكون قاوية جز تحطو العجين خلاص تشكلوهم كامل ترجعوها للنار أقل يعني أقل من المتوسط نزيد معاكم كمية ثانية اللي هنا بالنسبة للطريقة تعتشكيل من أسهل ما يكون شوفوا اللي هنا قاعدونا قلبو فيهم مرة على مرة نخليوهم يطيبوا على جهة ونزيد نطيبهم على جهة تحبو تخليوهم صوفر تحبو تحمروهم هذا يرجع لكم يعني كل واحد يتحكم في اللون اللي يبغى هو هي من الأحسن أنكم تحمروهم بزاف باش يطيبو لكم مليح مليح من بعد هنا جز تنحيوهم من هذا الزيت نقطروهم نحطوهم في السيرو تعنا أو في الشربة بطبيعة لحال الشربة تكون باردة لازم توجدوها هيل ولو تخليوها تبرد تماما باش تبدو تحضروا العجين تعاكم واللي هنا نخليوهم حوالي خمس دقايق في هذا السيرو كما قدتكم السيرو لازم يكون شوي كونسانترين من الأحسن نديرو ربع كيسان تعمى فقط باش ما تجيكم السائلة بزاف وتخليوها ربع ساعة هذه السيرو تخليوها ربع ساعات تغلي بعد تطفو عليها النار كما قدتكم نخليها خمس دقايق اللي هنا لتتعسل مليح نقطروها ونحطوها في سحن التقديم وان شاء الله هذو كان رح نكمل كامل كمية ونطلقا في الاخير اللي هنا بعد ما قطرنا هذه الحبة تتعنا من هذا كلاسل هذه هي النتيجة كما قدتكم الأحسن أنكم تحمروها كاك كما تعزلها بجي باش يجيوكم طيب بما تخليوهم الصفر سينو رح يجيوكم نيين بالنسبة للحجم إذا حبيتهم يكونوا يعني شوي رقاق إن هذه هي شاهدكم بالصحة نطلقوا في عدد آخر مع وصفة أخرى وقال نقولكم طه الله في روحكم نطلقوا في عدد آخر السلام عليكم